اشتركوا في القناة وهو أشرف العلوم لأنها يتعلق بعلوم العقيدة مو علوم ترتبط بأمور المعاش هذه علوم جيدة يعني واحد علم الطب جيد جدا خدمة للناس علم الهندسة خدمة للناس كثير من العلوم هذه خدمة للناس ومفيدة لحياتهم المعاشية لكن معرفة الحقائق المعنوية ولا تنافي معرفة الحقائق المعنوية مع العلوم الأخرى أن تكون طبيب لكن يكون لك معرفة الله سبحانه وتعالى كن مهندسا وتكون لك معرفة الله سبحانه وتعالى كن فقيها وتكون لك معرفة الله سبحانه وتعالى في بينها أن تعرف الذي خلقك الذي خلق هذا الكون الذي يسير هذا الكون هذا أشرف العلوم العلم خير من الجهل وتمايز الناس المعنوي بالعلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فإذن العلم بما هو علم مطلوب وهذه المعرفة هي مطلوبة بالذات يعني العلوم قسميا كل إنسان يعلم بعض العلوم وهي علوم حتى إذا كانت دينية لغرض هي مقدمة إلى ذي المقدمة يعني أنت تعرف الفقه وتروح تقرأ المسائل الشرعية كتاب الطهارة مسائل كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الخمس كتاب الحج وهكذا تعلم هذه المسائل لماذا تعلمها تعلمها لكي تطبقها على أرض الواقع إذا احتجت إليها لذا يذكر الفقهاء في مقدمة رسائلهم العملية يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها الإنسان عادة أما المسائل التي الإنسان ما يبتلي بها لا حاجة له يعني لا وجوبة لتعلمها إذا احتاج إليها لازم يروح يسأل ويتعلمها حتى لا يقع في الحرام الحديث الشريف التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين لأنه إذا باب التجارة لا يعرف أحكامها قد يقع في الربا قد يقع في محرمات كثيرة لكن إذا تفق في هذه المسائل وكان ورعا لا يقع في الحرام فسائر العلوم حتى العلوم الدينية هي مطلوبة للغير لأجل العمل لكن المسائل الاعتقادية هي مطلوبة بالذات أنت تعرف خالقك وتشكر هذا الخالق هذه المعرفة مطلوبة بالذات طبعا هي سبب للعمل أيضا الإنسان اللي عقيدة صحيحة عمل أيضا قد يكون صحيحا يعني العقيدة الصحيحة هي التي تمنهج حياة الإنسان ضمن منهج صحيح وإذا كانت عقيدة سقيمة تمنهج حياة الإنسان ضمن منهج سقيم لكن نفس المعرفة هي مطلوبة بالذات أن تعرف وجود ربك خالقك وأنه هو الذي يرزقك وسائر صفات الله سبحانه وتعالى وأيضا تعرف أن هناك رسل وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وأنه بعد الرسول الله سبحانه وتعالى عين أئمة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هناك معاد الإنسان يرجع عليه المعرفة مطلوبة بالذات وهي أيضا الأساس العمل التي تكون سبب لمنهجة حياة الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر